اشتركوا في القناة لتسبح لله سبحانه وخلق الطير من ماء والجان من نار فالله جل جلاله في علاه خلق فسوى وقدر فهدى وأعطانا وتجلى وأصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فجميع مخلوقات الكوني ابن آدم خلقها الله عز وجل لتسبحه سبحانه وتعبده وسخر كل شيء للإنسان وأعطاه النعم ولكنه يعصيه ويكفر به فالله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فبكن هو قادر بل قدير سبحانه أن يغير العالم ويغير الخلق ويغير الكون والأكوان وقدير سبحانه برحمته أن يجعل الأرض مثل الجنة فالله خلق كل شيء مباح كامل في الدنيا فسبحانه رب العزة الذي خلق كل شيء في الدنيا فأحسن خلقه وأبدع فيه وأودع فيه سره الكبير وقد خلق الله سبحانه وتعالى الحيوانات من الماء مثل ما خلق جل وعلا الإنسان من طين فالله عز وجل قد خلق النار من الماء وخلق الريح من الماء وأول ما خلق الله عز وجل من العالم الماء ثم خلق منه كل شيء قال الله جل ذكره وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم هذا قول الله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه وهو مخصص للحيوانات التي تمشي على البطن للحياة والحوت ونحوه من الدود وغيره فكل هذه المخلوقات خلقها الله من ماء وأراد الله عز وجل أن يجعل خلقه من الحيوانات من الماء كما خلق سبحانه آدم من الماء والتراب الذي يكون الطين اللازب على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الذي سأله في غزوة بدر ممن أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما فالله عز وجل له حكمة في ذلك لا يعلمها إلا هو قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم فلو أطلقنا الفكرة في خلق الرحمن سبحانه وتعالى لا راكعنا ليلا ونهارا مسبحين له حامدين شاكرين له نعمه سبحانه فسبحان من أبدع خلق كل شيء ومن أكثر الكائنات جمالا التي تجذبنا كما جذبت من قبلنا المتفكرين في خلق الله سبحانه هي الطيور بألوان ريشها وأصواتها وحركاتها الرشيقة وهي تطير في السماء وهي كذلك تسبح في ملكوت الله عز وجل الواسع وتؤدي وظائف عديدة لتؤكد عظمة الخالق وقدرته في كونه وكل مخلوقاته والطيور فالله خلق الطيور من الماء وأعطاها صفات لم يعطها لغيرها من المخلوقات لها شكل خارجي سيابي للجسم بصفة عامة حتى يسهل اختراقها لطبقة الهواء ولها جناحين مدعومان بعظام من الطرفين الأمامين ومشدودان إلى الجسم بمفاصل تسهل حركتهم ولها عدد من الأربطة والأوتار القومية والمغطيان بالريش بكثافة ملحوظة ما يزيد عن مساحة جسم الطائر من دون زيادة ملحوظة في وزنها ولقد جعل الله عز وجل لها ريش يغطي الجسم بالكامل ويمتد إلى الذنب وهذا الريش يعمل على تجميع الهواء بين وحداته المختلفة مما يساعد على تخفيف وزن الطائر وعلى حفظ درجة حرارة الجسم المرتفعة من مختلف التقلبات الجوية ويعين ذلك الكثير من الطيور على العيش في المناطق المتجمدة والباردة وعلى تحمل الانخفاض في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض مع الارتفاع فوق مستوى سطح البحر إلى مسافات شاقة لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك